السلام عليكم ورحمة الله كثير مننا من يستخدم برنامج بلو ستاكس لتشغيل برامج الاندرويد على جهاز الكمبيوتر ولكن برنامج بلو ستاكس يحتاج إلى إعدادات معينة من أجل تفعيل اللغة العربية والكتابة بها داخل التطبيقات وبهذا الفيديو سوف نشرح الخطوات اللازمة لتفعيل اللغة العربية داخل برنامج بلو ستاكس والآن سوف نشرح كيفية حل مشكلة الكتابة في اللغة العربية على برنامج بلو ستاكس باحث هنا عند الذهاب إلى أحد التطبيقات ومحاولة الكتابة باللغة العربية فإن التطبيق لا يقبل إلا فقط لغة إنجليزية ولحل هذه المشكلة نذهب إلى خيار بلو ستاكس ستنغ وهنا سوف تجد خيارين الأول change language هذا الخيار مخصص لتغيير لغة البرنامج بالكامل نحن هنا سنختار خيار change keyboard setting ومن هنا نذهب إلى خيار keyboard and input method ومن هنا نختار android keyboard ونضغط على هذا الخيار ومن هذه الإعدادات نقوم بإزالة التحديد عن خيار use system language وتقوم هنا باختيار اللغة العربية Arabic نقوم بتحديد خيار اللغة العربية ونعود إلى الشاشة الرئيسية والآن سنذهب إلى أحد التطبيقات ونحاول الكتابة باستخدام اللغة العربية سنذهب إلى تطبيق الفيسبوك للتجربة عليه لاحظ هنا عند محاولة الكتابة سيظهر لدينا بالأعلى صورة للكيبورد نقوم بسحب هذه الصورة إلى الأسفل قليلا ستجد خيار هنا choose input method تضغط على هذا الخيار ومن هنا نختار خيار off والآن بمجرد أن نضع المؤشر من أجل الكتابة سيظهر لدينا الكيبورد وباللغة الإنجليزية ولتحويله للغة العربية تماما كما نفعل على الجوال نضغط هنا على space فيظهر لدينا هنا تحويل إلى اللغة العربية نختار من هنا اللغة العربية والآن بإمكانك الكتابة باستخدام اللغة العربية كما تريد